مرحبا من جديد علم الدلالة هو أحد فروع علم اللغة ويسميه بعضهم علم المعنى فهو العلم الذي يدرس المعنى والشروط الواجب توافرها في الرمز ليكون قادرا على حمل المعنى الرمز اللغوي صوت يعني التركيب المفردة وهذا هو الذي يعنى به علم الدلالة وعليه فهو يبحث في حقيقة المعنى وكيفية الوصول إليه وإذا كان علم الدلالة قد ظهر بأصوله وقواعده ونظرياته الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر فإن مفهومه المذكور آنفا قديم يمتد في أعماق التاريخ فاهتمام العلماء بالدلالة والمعنى واضح في مؤلفاتهم النحوية والمعجمية معنى هذا الكلام أن هذا التعريف الذي ذكرناه وهو أحد فروع علم اللغة وكذا أنه تعريف وضع بعد أن بدأ العلماء ينظرون لهذا العلم لكن الاهتمام بالدلالة والعناية بها موجود عند العلماء منذ العصور الأولى للتأليف من أيام القرن الثاني والثالث يعني قبل هذا تاريخ جديد اللي هو القرن التاسع عشر قريب جدا التعريف هذا جاء في أواخر القرن التاسع عشر يعني هذا كتسمية أو عفوا هذا تعريف لعلم الدلالة تبلور بعد جهود كبيرة في الدراسات والنظر في هذا العلم لكن الاهتمام بهذا العلم ليس جديدا هو فقط التعريف هو الذي جديد في القرن التاسع عشر أما الاهتمام به فهو قديم كما قلنا منذ القرون الأولى للتعليف عند العرب ترجمة نانسي قنقر